بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجكم فاتشوا الكتب ونكمل كلامنا في سلسلة معين النظير وما زلنا بنتتبع حياة أبونا يعقوب ورحيل وليئة والجاريات والأولاد والمشاكل كنا في مشكلة يعقوب ولبان وانفصالوا عن لبان وبدأنا كلام عن كيفية التعامل مع المشاكل الزوجية لكن برجع وأكد الوقاية خير من العلاج لو الواحد عايش على مبادئ روحية وتفاهم واضح وتواضع ومحبة وحكمة مش هيوصل أبدا لمشكلة تحتاج إلى تدخل وأي مشكلة هتتحل بسرعة أو البول مش هتتفاقم أبدا في نهاية المشكلة بين يعقوب ولبان حصل اتفاء وقال لبان هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم لذلك دعي اسماق العيد والمصفى لأنه قال ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض أنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي ليس إنسان معنا انظر الله شاهد بيني وبينك يعقوب طبعا أكد على الكلام ده وفي الآخر عمله حفلة أو يعني أكله كده وتصلحه واصطفه ورجع لبانه ولاده وكمل يعقوب والستات في اتجاه بيت اسحاء أنا عاوز أكد على فكرة الاتفاءات عموما أي اتفاء ممكن يبقى خطوة في تحسين العلاقات لما يبقى فيه مشكلة لازم نوصل إلى اتفاءات وهبتدي من مرحلة الخطوبة طبيعا أنه يحصل مشكلة بين خطيبين لغاية كده مش مصيبة إنما التعامل مع المشكلة هو اللي يقول الناس دي هتعيش سعيدة ولا لا بعد المشكلة أو في نهايتها حطوا اتفاءات معينة لما أنا أكون مثلا متدايق سبيني ما تكلمينيش في الوقت ده لما أنت تكوني مثلا تعصبتي وليلي أقول إيه ريحك لغاية ما نعرف نتفاهم نوصل لاتفاءات طالما فيه اتفاءات يبقى المشكلة كتر خيرها جابت نتيجة كويس عرفنا نتعامل مع بعض إزاي لما تيجي اتفاءات مثلا العافش والكنيسة والبيت لازم تبقى اتفاءات واضحة محددة جدا ليه لأن لو بنده معلق يبتدي كل واحد يفتكر التاني هو اللي يجيبه أصلي ما اتفقناش أو نقول هنجيب قوضة طب هنقول بتجيبها في حدود كام تبصوا تلاقوا بقى إيه ده استخسر ده استرخص ده ما جابست طب ليه ما احنا نتفق طول ما فيه اتفاءات واضحة محددة بنتجنب مشاكل كتير قوي حتى في المشاكل الزوجية لو حصل تفاقم في مشكلة زوجية بين رجل ومراته ممكن نعود ونحسم الموقف باتفاءات انت يا ستي انت تبقى مطالبة ببيتك بواحد اتنين ثلاثة تقول حاضر وانت راجل انت تبقى بتاخد بالك من واحد اتنين ثلاثة حاضر يبقى ده اتفاء وهنختم عليه كده وربنا شاهد عليكم يلا استمروا على الاتفاء اي اتفاقات بتضمن لنا مستوى من العلاقة افضل تفاهم افضل لكن من غير اتفاءات يتعاد نفس السيناريو تتعاد نفس المشاكل ويمكن بصورة اكثر تفاقما وانفجارا وممكن من اعرفش نلحقها مرتين عارفين زي ايه زي واحد يجي له وعكة صحية وبعدين يطلع انه عنده مرض مزمن حتى لو مرض قولون مثلا يوم الدكتور يتفق معه يقول له الاكلات دي لا تاخد بالك من كذا نظام حياتك يمشي بالطريقة الفلانية لو هو سمعك الاتفاء ده مش هيتعب زي ما تعب اول مرة ولو تعب مش هتوصل لنفس الدرجة زي اول مرة وغالبا خلاص عارف يمشي حياته ازاي انما ما سمعش الكلام والاتفاء ما كانش فيه اتفاءات يبقى هيتعب تاني وثالث ويمكن الموضوع يزيد عن كده في المرحلة دي يعقوب خد الستات والريولاد وراجع بقى نحية بيت ابو نسحاء وفي الطريق سمع ان عيسو اخوه طالع يقبله مع ربعمية راجل وترعب يعقوب لانه هو فهم ضمنيا اللي ما كانش ايله لحد في الغالب ما حكاهوش لحد انه يعيسو لسه شايل منه ولسه عاوز ينتقم وطبعا في اللحظة دي يجوز يكون هذا السر مدفون جواه فهم كل الناس مستغرباء انت خايف ليه انت متضايق ليه اخوك وطالع يقبلك بعد غرب عشرين سنة ده اكيد يعني لقاء حار جدا وهو طبعا الوحيد اللي مخه عمال يودي ويجيب ومتصور اللي هيحصله هنا معلش اخدها من جانب الجواز برضو بقول ايه بلاش كراجل تكون مخب سر عن مراتك مراتك هي شريكة حياتك حتى لو خطأ لسه ممكن تدفع تمنه لازم تكون هي عرفة بيه انما لا تفاجأ الزوجة مثلا في يوم من الايام انه جوزها عليه قضية وبيجر وراها مثلا انتوا عارفين ده حتى في القانون الكنسي ممكن يديها مطلن جواز لانه يبقى دخل على غش مثلا او يبقى مرض قديم عنده وهو مش قايل عليه وتفاجأ به ويكون هو عارف ويمكن بيتعالج كمان لا احنا في الجواز منتهى الصراحة مش بنقول للخطيبين يحقوا اعترافاتكم البعض ولا اخطأكم الاخطاء دي حاجة بينك وبين ربنا لكن لو في امر يتعلق به سلامة البيت في المستقبل زي مثلا قصة الصراع اللي بين عيسو ويعقوب اللي هيدفع تمنه عيال يعقوب ازاي مرتك ما تكونش عارفة بالقصة دي ازاي تكون تفاجأ بان في طار بينكم وان عيالها ممكن يدفعوا تمنه وهي كمان يبقى هنا الصدق والصراحة اثاسي جدا في الارتباط عدم امانة من اي طرف انه يخفي تماما المشاكل اللي ممكن تأثر على مستقبل الزواج لو كانت خطيئة اعترفت بيها وانتهت تماما دورها في حياتك دي حاجة بينك وبين ربنا لكن لو مشكلة مزمنة مكملة لا من حق شريك حياتك انه يكون عارف بيها يعقوب هو راجع نحية بيت اسحاء وعيسو طالع يقابله اه وقلنا ان يعقوب عارف ان عيسو مش طالع في لقاء سلام قرر انه يصلي لأول مرة صلاة حارة بعد سنين وقرر انه يهادي يبعت هدايا لعيسو يمكن يحنن قلبه لكن ضمن قراراته تصرف كان مراعب جدا عيسو لكن مرعاش مراته وأولاده عمل ايه حط الترتيب الستات والعيال بطريقة الحقيقة يعني تسيء الى اختياراته وى اولاده عمل ايه رفع يعقوب عيني ونظر واذا عيسو مقبل ومعه ربعمية راجل فقسم الاولاد على لئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين ووضع الجاريتين واولاده هما اولا طب دول ولاده الترجمة بتاعت الموقف ده ايه موتوا انتوا الاول تصوروا بقى ولد من ولاده ولد كبار فاهمين انه حطوهم في الاول عشان لو عيسو جي يهجم يبقى هما دول اول ناس هيموتوا طبعا مش هيسمحوا عالتصرف ده وبعدين لئة واولادها وراهم لئة واولادها جم ورا ولاد الجواري ثم راحيل ويوسف اخيرا عرفتوا ليه اخوات يوسف بيكرهوا لانه ده مش اول تصرف ليوسف بعد كده لما يحلم ويشوف لا هما شافوا النبوهم مستعد هما يموتوا عشان يوسف يعيش وبالتالي دي سابط طعن جواهم وحقد شديد على يوسف وعلى رحيل امه ارجوكم يا ابا وأمهات ما تميزوش بين ولادكم خليك انت اللي تفدي عيالك ما تخليش فيه ولد فدى الولد ما تحسسش ابدا انه اولادك على درجات مختلفة من محبتك لانه ده احساس مر مش هيتنسي طول العمر وهيحسوا به الولاد مهما كنت بتحاول تجمل الصورة صحيح يا عقوب لما صلى كويس تقدم الصفوف وحط نفسه في المقدمة عشان لو حصل حاجة هو اللي يموت الاول لكن في رأي تصنيفة الاولاد بالطريقة دي ثابت جواهم جرح صعب وكمان بالنسبة للزوجات واحدة من الاول متفقين ان تعدد الزوجات لازم ينتج عنه مشاكل ضخمة لكن هما بالنسبة لهم نفس المعنى تصدر لهم ان لقى ارخص من رحيل وطبيعي الجواري ارخص من الاتنين وكل دي بتسيب جروح شديدة في قلب كل انسان ربنا عدى الليلة دي على خير قعد يصلي وشاف المسيح له المجد وصارعه حتى الفجر وقال له لن اطلقك حتى تباركني وقال له اسمك ايه قال له اسمي عقوب قال له لا نسميك اسرائيل قال له طب انت اسمك ايه قال له ما تسألش دلوقتي وكان لقاء تاريخي وطلع منه يعقوب صحيح بيعرج ومنهك جدا انما بيقول انا شفت ربنا وشه منور وفرحان وعنده رجاء شديد وطلع تقدم الصفوف وقابل عيسو فوجئ ان عيسو بياخده بالحضن ويقبله وبكى ياه وانتهت القصة على خير لدرجة عيسو عمال يقول له ايه ده كله ايه ده كله يقول له ده الخير اللي ربنا الدهوني قال له طب انا عندي كتير قال له لا الهدايا لازم تقبلها وقالح يعقوب ان يقبل عيسو الهدايا فتلاحظوا ان يعقوب اللي كان بيهتم قوي بالفلوس والماديات قبل كده فاللحظة دي فعلا بدأت تغيير وبدأت الفلوس ترخص عنده وبقى يحب يدي ما ياخد وابتدى طبعه يتغير بس للأسف بعد ما كتير من عياله وخدوا من طبعه القديم السيء وبقوا يحبوا الدنيا ويحبوا الفلوس ندخل على موضوع اخر له علاقة بالزواج وهو موضوع العلاقات العاطفية ما قبل الزواج وفي تعبير الشباب يسمونه ديتينج دلوقت اللي هي يعني الى اي درجة يتعلق شاب بشابة قبل الارتباط خطوبة وزواج وهل هذا التعلق يعني ضرورة ولا مش ضروري طب وحدوده ايه خرجت دينا ابنة لئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض قصة بقى جديدة في حياة بيت يعقوب الاول يعقوب هو راجع للأسف ماكملش المشوار ووصل لغاية بيت اسحاء هو لقى منطقة كويسة كده اسمها سكوت وجنبها منطقة اسمها شكيم عسكر هناك واشترى طبعا لما اشترى قعد لانه بدل اشترى خلاص مضطر يقعد جنب الماء الشغل بتاعه فهنا عطى المصار التوبة والرجوع لنحية اسحاء والمناطق دي كلها اممية وبدل اشترى يبقى لازم هيحصل خلطة مع اهل الارض وده اللي ربنا كان دايما بيحذر منه حزبه من الاختلاط الزائد بالدنيا بافكار العالم دينا بنت يعقوب طلعة تتصاحب على بنات المنطقة كطبيعة البنات في السن الصغير عاوزين يبقى لهم صحبوات طبعا هنا بحذركم من سن المرهقة والاصدقاء ارجوكم يا اهالي خلوا عنيكم على ولادكم في سن المرهقة مفيش بنت مش هتتأثر بصديقته مفيش ولد صديقه مالوش تأثير عليه لازم في تأثير فاذا قدرت تساعد ولادك يختاروا اصدقاء عقلين لهم فربنا يبقى انت عديت المرحلة الخطر انما الصديقات والاصدقاء اخطر فئة في مرحلة المرهقة فدينا طلعت تشوف بنات الارض يعني اتقرب منهم رأاها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الارض واخذها واتجع معها وازل لها وتعلقت نفسه بدين ابنة يعقوب واحب الفتاة ولاطف الفتاة التعبيرات دي تدل على كل اشكال العلاقات العطفية كلمة التعلق كلمة الحب كلمة الملاطفة بس ما تنسوش انه جات كلمتين وحشين قوي معها اخذها وايه واتجع معها وازل لها في شباب كتير بيقاوح في الحتة دي بيتصوروا انه ممكن العلاقة العطفية تفضل عطفية اوي وليها حدود لأ بدل عطفية اوي لازم تقلب على جسادية اوي وما ينفعش نغالط ونقول غير كده العاطفة ما تقدرش تفرملها في وقت بالزاد في السن بتاع المراق الفرام السايبة وبالتالي اي علاقة عطفية شديدة بين شاب وشابة تستدعي الجنس تستدعي الزنة فما ينفعش ان احنا نجمل الصورة والنهار ده نقبل الشعارات الجديدة ده صاحبي ده الانتيم ده في الاخر اي علاقة شديدة هتنتهي نهاية سيئة الولد ده ما كانش سيئ في ذاته انما ده طبيعة المجتمع كده هو ما شافش انه عمل حاجة غلط هو دنيته بتقول كده بتسمح له بكده لكن دينا ما كانش دنيته تسمح بكده لكن مع الخلطة الزائدة اختلطت المعايير فبقنا ممكن نفكر زي اهل الدنيا فتيجي البنت تقول ويعني ما كل البنات مساحبة كل البنات انهي بنات بنات ربنا لا طبعا بنات الدنيا طبعا بنات الدنيا يصعب ما ده ده افكار الدنيا وده اسلوب الدنيا وده طبيعة الحياة على الارض كلها شر في شر لكن لو بنت ربنا ما ينفعش تعمل كده فارجوكم احذروا لانه مش ده اللي يقلب جواز برضو فكرة انه احنا نصلح علاقة غلط بجوازة ده كلام بتاع السينما مش بتاع الحياة العملية ليه هو مين ده اللي هيتجوز ويجوز على اي اساس على اساس انه ايه عاطفي طب هو ده بتاع ربنا والعلاقة دي توصل لغاية فين زي ناس تصلح غلطة بغلطة تصليح خطأ بخطأ ينتج عنه مزيد من الكوارث والاخطاء طول العمر انما الصح هو التوبة دايما اي خطأ لا علاج له الا التوبة والتراجع عن الخطأ لكن تغطية خطأ بخطأ ينتج عنه مزيد من الاخطاء والتساع وانتشار الخطأ نقول الاية تانية اخذها واتجع معها وازلها وتعلقت نفسه بدينه ابنة يعقوب واحب الفتاة ولاطف الفتاة هل اول علاقة بينهم كان فيها نوع من الاختصاب ما نقدرش نحكم لان كلمة ازلها ممكن تعني كده لكن بقية التعبيرات تقول ان العلاقة كانت عاطفية وغالبا دينا برضاها وقعت في الغلط وهنا بنأكد ان ده ما يقلبش جواز مسيحي ابدا كلام ده ما ينفعش يكون مقدمة ارتباط النهار ده العالم الغربي اللي ساب المسيح اقلبه بيدعي انه لازم يعيش مع بعض وبعد كده يفكر في الجواز طب اللي قال ربنا مش مهم واحترام هذا الهيكل الاناء للروح القدس ده مش مهم وبعدين امانة الشخص مع شريك حياته في المستقبل مش مهمة مين قال الكلام ده بيمشي الحياة الخبرات الاجنبية كلها اللي سمحت بموضوع الديتينج ده بكل تفاصيله بتؤكد انهيار الاسرة انهيار فكرة الزواج انحضار الاخلاق تماما انهيار نفسي كتير قوي بيتعلقوا من اكتئاب بسبب العلاقات دي لانه استهتروا بالمواضيع وافتكروا ان الحياة ممكن تمشي كده طبعا طبعا بسبب الحادثة دي حصل بقى مشاكل ضخمة جدا ابونا يعقوب تقدر جدا وصعب عليه وحس بزنب طبعا انه ما حفظش على بنته وانت غلطان يا عقوب لا ربيت كويس وانت عند لبان ولا وصلت بيت اسحاء تزطر على بنتك انت عسكرت في السكة وسط ناس اشرار وسيب بنتك تختلط ببنات الامم ودي نتيجة طبيعية لأفعالك في نفس الوقت الغلط طبعا على دينا اللي تركت نفسها لعلاقات غير محسوبة وصدقت كلام معسول وصدقت انه ممكن تبقى فيه علاقة خارج الزواج وخارج النور ممكن تمشي سوي المصيبة الاكبر بقى ان اخوات دينا لما سمعوا بكده صعب عليهم جدا وخدوها بطريقة على مستوى الشرف والكرامة مبصلهاش خالص من زاوية رأي ربنا ايه طب ناخد بعضنا ونرجع بقى عند جد وسحاء ونبعد عن المنطقة البيضة دي لا هم خدوها بنزعة الانتقام هننتقم لشرف اختنا تم اختك غلطان وراحت برجله وانتو كلكم غلطانين لان انتو ممشتوش ورا ربنا وانتو اساسا ملخبطين وملكوش في المبادئ يعني ولاد يعقوب اغلابهم كثير المهم بدون اذن يعقوب عملوا حركة خبيثة جدا اقنعوا ابوهم ومالوا لما تتجاوز شاكيم يا يعقوب انت هتمش هتكمل غلط بغلط ولا ايه وبعدين راحوا اقنعوا اهل شاكيم اهل المنطقة احنا لنا شرط عندكم عشان نتجاوز منكم لازم تختتنوا يعني ايه تختتنوا هو الدخول في تبعية الله مجرد ختان علامة وخلاص زي واحدة تكون عاوزة تجيب واحد كده تقول ما هو ممكن يتعمد يعني هو بيتعمد عشان تجاوز ليه هو المسيح كده رخيص قوي كده مفيش حاجة اسمها كتر فهم قال لك طبو مالو يختتنوا عشان يبقوا من العشية هم مغلطهم ش غرض يختنوهم ولا يسمحوا بجوازة ولا يغطوا على العملة لا ده هم نوين على اوحش من كتر وحصل فعلا جماعة تانيين دول كانوا اطيب من ولاد يعقوب صدقوا الكلام وقالوا طب خلاص ما احنا نعاشر الناس دول وان كان طلبهم الختان نختة كلنا الزكور يعني وبرضو فرصة نستغلهم دولناس معهم فلوس مع كل فكر دنيا فعلى تالت يوم طلعوا بقى ولاد يعقوب شمعون ولاوي عملوا مزبحة دخلوا بالسيوف موتوا الرجال اللي في البلد ومجزرة وارهاب وتصرفات بعيدة كل البعد عن اخلاق ناس تعرف ربنا ويعقوب طبعا كده نهار تماما اللي هم قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض كل سكان الارض هيسمعوا ان عيلة يعقوب دول ناس مفتريين وما حدش يقرب مننا ويمكن كل الناس تعدين وقال لهم وانا نفر قليل انتوا فاكرين نفسنا احنا جيش ولا ايه هما بقى اخدوها بنزعة الشباب الحامي وقالوا له ايه انظير زانية يفعل باختنا طب هنتوا بقيتوا قتلة ان كانت هي اعتبرتوها زانية انتوا بقيتوا قتلة مفتريين هنا تدخل الله تدخل الالهي عشان يعد المصار العيلة الملخبطة دي قال الله ليعقوب قم اسعد الى بيت ايل في مشاكل يا حبائي ما تتحلج غير ان الواحد يقفل تماما على اللي فات ويغير مصاره تماما حتى لو ساب المنطقة كلها حتى لو ساب شغل حتى لو قفل على علاقك حتى لو تنازل عن كل مصالحه لازم عشان تبتدي على نظافة تبعد خالص عن الماضي الملوث وكان فعلا يعقوب اسر اخيرا بقى يعقوب واخد موقف صح خد كل الاقراط الدهب اللي تمثل عبادة الاوسان ودفنها تحت البطمة وشد على ولاده وسحبهم كلهم على بيت ايل وعملوا مسبح وسجدوا ربنا وتابوا وقدموا توبة والعجيب انه بمجرد ما عملوا كده كل المناطق اللي حواليهم بدأت تعاملهم باكرام شديد بدل اللي كان متوقعه يعقوب انه كل المناطق هتنظر اليهم بعنف وبانتقام بسبب السمعة اللي عملوا ننهي قصة يعقوب ورحيل بموت رحيل شريكة حياته وحبيبة قلبه رحيح المحبوبة اللي يعني خد 14 سنة كفاح عشان يتزوجها يقول رحلوا من بيت ايل ولما كان مسافة من الارض بعد حتى يأتوا الى افراط افراط اللي فيها بيت لحم اللي تولد فيها المسيح ولدت رحيل وتعصرت ولادتها وحدث حين تعصرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي لان هذا ايضا ابن لك وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه بن اوني اما ابو فدعاه بن يمين فماتت رحيل ودفنت في طريق افراط التي هي بيت لحم فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل الى اليوم طبعا من اصعب لحظات العمر ان يفقد شريك شريك حياته لانه الشركة الروحية بين الزوجين هي اعمق شركة بين اتنين على الارض اعمق حتى من الاخوة ومن الصداقة وقد تكون ايضا من الابوة والبنوة شريك الحياة اذا كان محبوب فعلا ومتشارك في العلاقة مع الله هو اقرب الكل لقلب شريكه فانا يعقوب الرغم انه هو مخطئ في جوازه من اكتر من واحدة انما رحيل هي الزوجة اللي حبها واختارها وكان عاوز يرتبط بيها وماتت في ظرف قاسي وهي بتولد الولد التاني او طفل التاني اللي هو بن يمين وبالنسبة اليوسف كانت صدمة صعبة جدا لان يوسف طفل لسه ففقد امه مع ولادة اخوه وعلى فكرة كان ممكن نفسيا يوسف يطلع يكره اخوه لان الطفل ممكن يتصور انه هو ده جي عشان ماما تموت وبالتالي يفضل طول عمره كاره ياريتك ما انت جيت لان انت جيت عشان هو يمشي ساعات يحصل كده بالذات مع الاطفال لكن يبدو يعقوب لانه دلوقتي عايش حياة توبة ماسك فربنا ركز اوي مع يوسف واحتواه وعوضه فشوفنا يوسف قلبه واسع اوي حب الناس جدا حب اخوه جدا بيحب حتى اخواته الكبهر اللي هم مش بيحبوه فطلع يوسف كده عينة جميلة اوي بسبب تركيز يعقوب معاه وحب ابوه ليه بالرغم من الجرح المر انه فقد امه وهو طفل هنا حاجة تانية حكاية عمود على قبرها او يعني شاهد كده كان ده نظامهم من زمانه وما زال لغاية دلوقتي كأنه هذه الذكرى لا تنتهي في حياة يعقوب يعني ايه محدش عارف ياخد مكانة رحيل في حياة يعقوب حتى لو ابونا ابراهيم تزوج محدش عارف ياخد مكان مكانة صارة العهد اللي بين الزوجين عهد قوي جدا الزواج المسيحي هو مشروع يبدأ ولا ينتهي هي علاقة تبدأ ويهدف الاتنين بيها يشتركوا في السماء مع بعض يشوفوا بعض في السماء هناك في السماء ما فيش زواج بالمعنى الجسدي لكن الحب لا ينتهي ابدا المحبة لا تسقط أبدا العلاقة اللي ابتدت صح ما تخلص أبدا إنما الحب الشهواني الحب الجزداني الحب اللي مبني على مصلحة العلاقات العاطفية الهوجاء غير الناضجة كل دا يسقط لأنه دا ليس حبا لكن محبة مسيحية حقيقية أصيلة فيها شركة حقيقية فيها أمانة فيها تضحية هذا الحب لا ينتهي وإلى لقاءة أخرى من برناميك فاتشوا كتب لإلهنا كل مكدو كرامة إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر